اليوم نحن نتحدث عن واحد من أهم أسس التنمية في بلدنا فروة مصر البحرية، حمايتها وتنميتها هل حنقدر نسترجع هذه المساحات مرة أخرى؟ تم إجراءات عديدة في عملية تطوير البحيرات خطوة جديدة عملاقة نحو الاكتفاء الذاتي نهر النيل، بحرين، بحر المتوسط، البحر الأحمر عدد كبير من البحيرات، الناتج من ده كله فين؟ مصر الحقيقة خطت في السنين الأخيرة خطوات جدة وكبيرة جداً في زيادة الإنتاج السمكي من الاستزراع الدكتورة مونا محرز، عضو المجلس العالمي للأسماك والنائب السابق لوزير الزراعة فيه حديث العرب من مصر أمة تشيد أعملتها ليس لحاضرها فقط ولكن لمستقبلها ومستقبل أجيالها حديث العرب من مصر الليلة السابع مساء على قناة مصر الأولى